كما أكد محافظ مأرب فشل ميليشيا الحوثي الإنقلابية في تحقيق اختراق للحاضنة الشعبية في المحافظة وقال عراد أن ميليشيا الحوثي قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ محاولة فاشلة لاختراق الحاضنة المأربية من خلال توزيع أموال وممارسة وسائل الترغيب والترهيب لكنها انقلبت ضدها كما كشف المحافظ أن هناك قيادات شعبية تلقت سلاحا وأموالا من الحوثيين في مسعى منها لاختراق الحاضنة الشعبية غير أنها قاتلت الميليشيا بسلاحها أما مأرب فوالله ما دخل في خاطري لحظة واحدة أن يسلم بإذن الله تعالى وأنا أثق بالكلام هذا بالله أولا ثم بأبطال الجيش الوطني والرجال الأمن ورجال المقاومة الشعبية من رجال القبائل الذين يتواجدون الآن على أطراف المحافظة في جميع الاتجاهات يبدلون دماؤهم رخيصة وفي توحد أنا أعلم أيضا ما اشتغل بها الحوثي خلال الفترة الماضية من محاولة التهديد والوعيد والترغيب أيضا والمواصلات والإتصالات والهبات والإتاوات لكنها انقلبت ضدها بل أقول لكم ورب الكعبة أن به رجال ممن استلموا من الحوثي سلاح ومال أنهم قاتلوا منهم من استشهد اشتركوا في القناة